الأمهات في مسألة الأكل بالنسبة لأولادها بينقسموا إلى جزئين فيه جزء وإحنا صغارين يعني يفرد عليك الأكل يقولك هو ده الأكل اللي موجود عندي هتاكل هتاكل مش هتاكل متاكلش فأنت تيجي بعد شوية كده غصب عنك لأن أنت جاءان وفي شئ داما تغيره فهتروح تاكل على طول وفيه جزء تاني من الأمهات بيقولك يبقى يفضل يحاول يقنعك يقولك كل السبانخ ده فيه حديد ده مش عارف ايه كل القرقاس كل مش عارف ايه طبعا يدخلونا في الطبيق طبعا هي الحاجات مغزية ما قلناش حاجة بس احنا كأطفال ما بمقاش عايزين نأكل كل يوم من الطبيق والحاجات دي برضو حتى وإحنا كبار بالمناسبة يعني مش عايزين برضو نفضل نأكل في لوبيا وفاصوليا وحاجات من دي سؤالنا بيقول كتير ممكن مثلا فيه أكلات نكون ما بنحبهاش وإحنا صغيرين قولنا ايه الأكلة اللي ما كنتش بتحبها ما كنتش جربتها وانت صغير بس لما كبرت بقت أكلتك المفضلة بتكلي يا جمال حاليا انت بتكلي حاليا ما بيسبش حاجة كله ما شاء الله دلوقتي حاليا بس 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 وانا صغيرة عارف الأطفال اللي هي كتت رفايع جدا وكانت ما بتاكلش تقريبا بقى وندروح للدكتور عندك لحافة لحافة زيدة لحافة زيدة كنت عندي لحافة زيدة فعلا كنت في الأطفال بقى اللي احنا بندروح للدكتورة عشان ياخدوا مكملات غذائية وفواتح للشاهية عارفها أنا الحقنا اللي خادة محمد صفحي هيا دي بالزبط كده بس كتش تم معي حاجة برضو والله خالص هارف أنت الأطفال هم هنوم ضعف اللي تلاقي فيهم عند وشهم حرام بقى عبيدة كده رأس بايدة من زهر كنت أنا الطفلة دي بقى فأنا ما كنتش يعني مش بقى ما كنتش بحب الأكل أنا أصلا ما كنتش باكل يعني ما كانش عندي الشهية للأكل ما كانش عالية قوي وأنا صغير بعدين ربنا غريبا موما قاعدت تدعي كتير ربنا بقى نفخ بصورتي باكل حاجة تقريبا بس لو هفتكر الأكلات اللي أنا ما كنتش بقدر أكلها مثلا أنا صغيرة بعد كده ما كبرت بقدر أكلها البامية مثلا مستحيل يعني كان مستحيل أكل البامية مستحيل أكل سبانخ يعني لو حصل إيه مستحيل أكل سبانخ يا شازلي بس وأنا صغيرة كنت بحب جدا الكوسة دلوقتي ما قدرش بما بحي يعني ما لأ مفضل زي الكوسة بس بذي النظم فتح أفكار كلمة أقول لك على الصفحة تجعين تغيربا طبعا لا أي يعني كوسة بشمال ما كنتش أعرب منها كوسة حتى يعني وانا صغيرة كنت بحب بها كوسة بشمال أكلها الكوسة المطبوخة أكلها بس دلوقتي لا ما بحبش الكوسة قوي البامية مستحيل أكلها وانا صغيرة دلوقتي بكلها عايدي جدا طبعا جميلة لسه معمولة بقى بيت عشان فيه ناس بتنقسم أنك ببامية لما بببت بقى أحلى يعني ببقى كولها في كل أحوالها سبانخ كان مستحيلة كولها وانا صغيرة بقى كولها دلوقتي منبار ده كان مش مستحيل يعني مستحيل يعني كنت بخش شرام غالبا من كتر الرعب يعني كنت معمولة في البيت مستحيل وانا صبص دلوقتي سمحتوا على كل حال وما ببصش بحاولش أعرف والمنبار تعمل ازاي وعبارة عن ام ببصش يعني أنا بسامح على كل ده حتى تعمل ازاي يعني والمنباركة يعني أمعاء وفيها أكل والدنيا تمام عادي يعني ايه؟ أمعاء عادي يعني ايه مشكلة ماله المبارك أمعاء عادي وبعدين اللي موطرد عليه ممكن ماكلوش ويسيبه لنا احنا بقى أنا مش موطرد عليه وعارف تاريخه ومعنديش اي مشاكل ومعنديش اي مشكلة ما كنتش بدأكل ايه وبقيت بتحبك بصي وانا فعلا باكل كنت باكل كل حاجة زمان بسواء بقى بالزوء أو بالعفل بس كان فيه حاجات كنت باكل كل حاجة زمان بس كان فيه حاجات كنت بافضلها وحاجات ما فضلهاش يعني السبانك مكنش فضلها دلوقتي افضلها الولاس كنت باكله زمان غصب عني بس لما كبرته وقفت على رجلي قلت أنا مشاكل الولاس ده تاني ومفعلا ما كلتوش تاني والله مرة واحدة بس أمي تحيلت عليها قريب كمان من كم شهر تحيلت عليها تققق والله هتحبه وانت كنت بتحبه وانت صغير وانت كنت باكل غصب عني كنت باكل غصب عني بس هو القلاس مثلا ده ما كلوش لما كبرت باكلت المفضلة هو الحد دلوقتي زم هو على وضعه لما بقيت صاحب قراري ما حدش بيومي عليها حاجة أنا مشاكل القلاس تاني أنا كبرت ومشاكل القلاس تاني المسقعة مثلا ما كنت باكلها أنا صغير مش حاجة ما كانت لي تقول عليها إنما دلوقتي بقيت بموت فيها طبعا المنبار بقى والحاجات واللحمة الرهاص بقى والسمين والحاجات دي لا طبعا ده حاجات عظيمة جدا حاجات لا يختلف عليها سنين لا والله ما كنتش في حاجات ما كنتش بقى يعني بجرؤ ان انا اقدم عليها وانا صغير إنما لما كبرت كالطفل لما تاكل لحمة رهاص يعني هنبقى في لازم نتوقف عن النقطة دي لا والله لا ما كنتش عارفها أصلا أنا صغير يعني زي طفل بيكت انت شجبنا عادي طفل إيه يا كل لحمة رهاص على الصورة قلت تستفسر منك الموضوع ده بس مثلا على ذكر القلقاس وان انت وانت صغيرت كنت بتحب القلقاس ماما عندها نفس الفكرة بالزبط في الأرنبيت مثلا يا تسدي فكرتيني به ده صعب أقوى يا جماعة لا هي مقتنعة إن أنا بحب الأرنبيت يعني أنا طوله عمرك بتحبي الأرنبيت وبتكليل والله يا عمري بكلته أنا عمري بكلته وعمري بحبيته وعمري ما أحبه وحاولت أحبه على فكرة أنا حاولته والله بس ما قدرتش يقولك كله بالطماطم بقى ما هو الاتنين أصعب من بعض بطماطم مش بطماطم الاتنين أصعب من بعض حتى المقلي اللي هو لسه خارج من الزيت ده يقولك كله بقام قرمش كده ما قرمش كده ما قرمش كده ما قرمش كده والله العظيم وهي بتعمل حاجة لزيزة جدا يعني أعتقد إن أمي بقى لها كتير برده يعني أنت عارفة أنا لا باكلش الأرنبيط تروح مطلعه من الزيت وتجي لي بصي بعملت لك الأرنبيط المقلي اللي أنت بتحبيه والله بعمري باكلته يعني باباكلوش بس إحنا مصممين إن أنا باكله غالباً هي عارفة طريح ضمير يعني أنا عارفة أنت بتكليق فدي كانت بعض الأكلات بس أنا مما عمتها يشاز لي ملهاش قوي في الأكل المودرن يعني اللي هو الحاجات بقى الوايت ساس بالحاجات دي على فكرة أحسن والله وحتى اللي هو ما ناكلش منها مرة واثنين واثنين يعني أنا مثلا ممكن أكل طبيق يوم وثاني يوم عادي الفصولة الخضر دي عمري في حياتي مكلتها أنا صغير للوقت الفصولة الخضر دي أنا بعشقها الفصولة الخضر وعندي استعداد أكل منها يوم واثنين لكن الحاجات بقى اللي بالوايت سوس ويقولك الماكرونة بالكريمة معرفش إيه والوايت سوس وعليها جبنة متزررة الحاجات دي كلتها عشان أجربها بس مرة واثنين لكن لا ما لقيتش نفسي فيها بصراحة وما لقيتش نفسك فيها وما يتاكلش منها مرة واثنين بالمناسبة يعني مش من الحاجات اللي تشجعك ان انت تاكل منها مرة واثنين كالت منها مرة وانت جعان خلاص ده الإمان والله بمناسب الحاجات دي اللوبيا مستحيلة كلها وانا صغير دلوقتي؟ لا با كلها طبعا عظيمة اللوبيا على فكرة كنت مستحيل يا ما يتقعش والحاجات دي جميلة أوي أعتقد أننا صغيرين كنا بردو في سن الدلع لأنه مش عايزين تأكله ده هنأمل لكم حاجة تانية يعني موكب تام وده لأنا قلت أنت من النص التاني من الأمهات اللي كانت بتخير ولادها وتقولهم لا ده ده في غزة وفي فيتامينات فس بتخير مش بتجبر يعني وكتش بتتكلم معي قوي كان نفسها كل أي حاجة حرام عشان كنت أعرف كنت مفيش يعني كنت فعلا بجد كنت رفايا جدا وكنت على طول يعني تعبانة وكان عندي بقى المدرسة والرياضة مكلتي خضار ووش خضار مكلتي سبالخ ووش تنور يعني الحمد لله بتعطي ربنا دي يا جماعة بالضبط كده يعني دي بعض الأكلات أنا حسن لو شازني بس بناش أكلة معينة الحمد لله دلوقتي باكل كل الأكلات بس معدى الأرنبيت أنا هو متطفقين العربية باكل أولاس بتاكل خبزة باكلها بس ما ببقاش حد يعملها يعني بحبها وباكلها بس ما بقاش حد يهتم من هو يعملها عشان تاخد مجموضة أصلا فيه ناس بتعتارك كتير يعني ناس كتير لا لا دا جميل على فكرة لا لا والله لطيفة مش وحشة على فكرة طبعا الخضار على فكرة بالمناسبة إحنا في مصر يعني متميزين جدا بالخضار والطبيق والحاجات دي عنا المطبخ المدرن يعني احنا بالنسبة لنا موضوع اللوبيا والفاصوليا والبامية على رونية متعبة جدا بالنسبة لمرضى القولون العصبي لكن برضو البامية ليها اسمها ولما تبات فعلا ولو تحطت في طاجن ودخلت الفرن قاعدت شوية سبكت شوية ولو باتت يعني هي البامية بكل ما فيها بات شوية لمون كده مع البامية صح؟ البامية ليها اسمها انت قلت مش هنتكلمت فيها كتير طبعا ليها اسم في السوق البامية تحديد صحيح الحاجات مسبكة عن متنية تقيلة طبعا على القولون ومش صح مش صحي قوي ان احنا ناكل بناها كتير يعني موظم اكلاتنا لازم تكون الى حد ما مسلوقة مشوية على فكرة انا عندي قولون والموضوع عندي صعب جدا بس باكل برضو من الحاجات دي ومعندي شيء مشكلة لان اعرف ان هو بعد فترة من الوقت الدكتور هي يقولك ممنوع ان انت انت خلاص كبرت في السن فلازم تحافظ على معادتك اكتر وممنوع ان انت تاكل كذا وكذا وكذا فهتمنا منها غصب عني قدام فالحق الوقت دكتور ما قالكش لا لسه ما كبرتش لا لسه او لسه ورعتش الدكتور على كل ان ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا على سوشيال ميديا اكلات كتيرة ممكن مرحباها شوح ما صغيرين لكن لما كبرنا بقت اكلاتنا المفضلة قولنا ايه اجاباتكو قولونا طبعا وشاركونا بتعليقاتكو على سؤال الحلقة الموجودة على فيسبوك وانستجرام ونستعرض طبعا هذه الاجابات في حلقة النهاردة بنصبح على حضراتكم مرة تانية اهلا بيكو